مرحبا يعطيكم العافية وسلام للجميع يومنا نحكي عن اخر اخبار الكورونا شغلات غريبة وجديدة عم نسمع فيها عن مرض الكورونا العلم مش عارف يفسرها الى الان وححكي وطبعا في فيديو مهم جدا لازم تشوفوه في حال تم انتشار الكورونا او اثبتت ان الكورونا هاي تنتقل بطريق غير الطريقة اللي بحكو عنها العلماء الام وراح احكي عن موضوع المسلمين وهل هذا وباء مع اني لم اريد ان اتطرق الى هذا الموضوع عشان تدعموا القناة اعملوا سبسكرايب لهذه القناة وشير مع اصدقائكم وبكون لكم اشكور كتير طبعا اخر التحديثات عن الكورونا انه في حوالي اكثر من 47 الف مصاب الان معظمهم في الصين لكن للاسف بدأ ينتشر في دول حول العالم بطريقة غريبة وفي ناس اصلا ما كانوا بالصين يصيبوا بهذا المرض عدد الوفيات تجاوز الالف شخص والحمد الله عدد الحالات اللي تعافت وشفيت حوالي اكثر من 2800 شخص طبعا اخر المستجدات في الموضوع انه دونالد ترامب الرئيس الامريكي اعلن انه نهاية هذا الفيروس سيكون في ايبرول لانه فسر علميا الدكتور دونالد ترامب انه درجات الحرارة سترتفع بالمزامنة مع دونالد ترامب وحديثه عن هذا الموضوع قام المتحدث الطبي باسم الحكومة الصينية وهو من الاشخاص المعروفين اللي قاموا بحملة قوية ايام السارس وفعلا استطاعوا انهم يقضوا على السارس في الصين قال انه فعلا راح يكون نهاية هذا الفيروس في شهر ايبرول البيك تبع هذا الفيروس راح يكون بين 15 و 28 فبراير وبعد هيك راح يصير ينزل عدد المصابين وعدد الوفيات طبعا الشيء الغريب او الصادم في الموضوع انه في سجن في الولايات او في بريطانيا عفوا اصيب في اتنين لم يتعرضوا ولم يتكلموا ولم يشوفوا احد جاي من وخان هذه كانت الصدمة العلمية اللي موجودة كيف هدول الاثنين اصيبوا بهذا المرض كيف دخل المرض للسجن هذا الشيء اللي يعني محير للعلماء ونرجع للنظرية اللي قالها لنا دكتور علي الوعري في احد الفيديوهات في المقابلات انه قد يكون هناك انتقال عن طريق المياه والمصارف الصحية خليكم مع هذا الفيديو سجلوا الدكتور يعني فقط للحرز لم يثبت ما نقوله الى الان عشان نكون صريحين معكم لم يثبت انه ينتقل عن طريق المصارف الصحية ومياه الصرف الصحي لكن عشان تكونوا انسيف سايد سووا ما ستعروه في هذا الفيديو شكرا للدكتور علي على هذا الفيديو الرائع سعد الله اوقاتكم جميعا هناك بعض الارشادات بالنسبة الى الحماية او الوقاية من الصرف الصحي اذا ثبت انتقالها لفيروس كورونا انه نفتح الماء نسكر البلاعة عساس نعمل فصل بين الماء الصرف الصحي ونغطيها بالماء بهذه الطريقة بالنسبة للكبني يكون مغطى بهذه الطريقة طبعا بوجود الماء بالنسبة للشوار الصرف الصحي الافضل انه بهذه الطريقة يكون في كيس مليان بالمية يحكم اغلاقه وينحط على اللي هي اه فتحة الصرف الصحي اذا ثبت الكلام انه وينتقذ الفيروس عن طريق الصرف الصحي فهذه الطريقة الافضل في الوقاية من انتشاره في البيوت عن طريق الصرف الصحي وشكرا طبعا منظمة الصحة العالمية اكدت او احدثت اسم جديد لهذا الفيروس كوفيد 19 الاسم هذا بس اسم جديد كانوا مسمينه ان سي او في الآن غيروا كوفيد 2019 الآن ننتقل للنقطة اللي فيها دبيت اللهم اشرح لي صدري ويسر لي امري واحل العقدة من لساني يفقه قولي ظهرت اشعاعات كبيرة انه المسلمين اللي عذبوا من قبل الحكومة الصينية في منطقة الايغور كان رد الله سبحانه وتعالى عليهم بهذا الفيروس والمرض ابدأ نناقش الموضوع من ناحية علمية اول شيء المسلمين في الصين انا عيشت في الصين عشر سنوات ولمست الحياة في الصين وكنت مسلم وعايش في الصين ومارست عقيدتي وجميع المسلمين اللي في الصين زي بتسألهم اذا في يوم من الايام اجبروا على اكل خنزير او شيء زي كده ما في منه الحكومة اللي احنا شفناه يعني شفناه بالعين ما بدي ادخل في سياق هذا الموضوع لانه دي بيتبل وكتير ناس بنحكى فيه اذا بدك تفقح حالك وتثقف حالك اسأل ناس اكثر شوف مصادر اكثر ما تطلع بس على السين ان اللي هي بس متوجهة لهذا الاتجاه انيوي المسلمين في الصين زيهم زي اي مسلم الان اي اي صيني موجود في الصين محاصر وعلي حضر وقد يتعرض للمرض وفي ناس مسلمين ماتوا فيه مسلمين مريضين لكن اللي قاموا فيه المسلمين في الصين هذا اللي لازم نتعلم منه المسلمين في الصين قاموا بعمل تبرعات بالكممات وزعوا كممات على اخوانهم الصينيين وزعوا اكل واكل حلال في مسلمين موجودين انا بعرفهم في المستشفيات ونيرسز عم بقوموا الان بعملهم الانساني زيهم زي غيرهم وكما يحبذ عليهم الواجب الوطني والانساني طبعا احنا كمسلمين حقيقيين المسلم الحقيقي عنده مبادئ في الدين المبدأ الاول اللي هو حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن انظروا يا جماعة الى قوة هذه الكلمة لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما حكى اخيه المسلم ولا المسيحي ولا الكافر ولا اخيه ابن ايادة محوى ما يحب لنفسه فاذا فهمنا هذا الحديث وطبقناه لن نحب لأي شخص او شعب او انسان انه يموت من مرض اذا ما بتحب انت تموت من مرض فيارس الكورونا ما رح تحبه اذا رح تحبه لن تؤمن هذا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ونحن نؤمن بحواء حديث الرسول صحة لا لا الدعوة في الاسلام جاءت بالحسنة وافضل من امن واسلم الناس اللي اسلموا بالتجارة وبالمعاملة الحسنة اهل ماليزيا واندونيسيا وهذا واقع وشايفينه احنا الدعوة في الاسلام بالكلمة الطيبة بالرحمة يا جماعة دين الاسلام دين الرحمة دين حب دين تسامح دين سلام لم تكن الدعوة بالقتل هذول اللي عندهم فكر داعشي وكره وحقد خلهم عجم ما يمثلونا احنا احنا نحب السلام والمحبة للجميع نحب الرحمة مين نصبك وآلهة محل الله سبحانه وتعالى تقتلون من تريدون وتشلين من تريدون وتدخلون الجنة من تريدون وتخرجون منها من تريدون المسلم الحقيقي يريد ان يدخل الجميع الى الجنة مش للنار مش يوديهم للنار بالعكس يوديهم للجنة الدعوة بالكلمة الحسنة بالمعاملة الحسنة بالطيب بالمعرفة بعلمك في دينك عشان تعرف كيف تتمثل دينك مش تروح تصلي وتصوم وتحج وبعدين تروح تسرق وتقول لي ايش هذا خصه في هذا طب انا كشخص غير مسلم انا مسلم الحمد لله بس لو واحد شخص غير مسلم ويشوف هذا الحكي يقول لك هذا الدين هذا الدين هذا مش دين هذا كيف بده يأتي الى هذا الدين ونحن حملت هذا الدين للأسف نفعل اشياء بفكر يعني داعشي ده فكر متخلف المسلم الحقيقي زي ما حكيت بده يدخل الجميع للجنة مش يدخلهم للنار بده يخرجهم من النار ونحن لسنا آلهة نحكم باسم الله سبحانه وتعالى اذا احنا حطينا آلهة معنى احنا كفرنا بالله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى قل هو الله احد احد اله واحد يا جماعة احنا نؤمن بالاله الواحد كيف بنحط انا بحط هيك دع راسي بحط نظرية وبحط حالي محل الله سبحانه وتعالى وبصير اقضي على الناس بقضاء انا بديه الان اذا هذا الفيروس من الله سبحانه وتعالى كما يقولون وهو جاي على الصينيين لقتلهم على ما قاموا به ضد الايغور فهون فيه شيء مهم جدا اذا الحكومة الصينية استطاعت انها تقضي على هذا الفيروس فمعناها انا رح تقضي على امر الله وهذا رح يدخل المسلم في امر عقائدي فبدناش ندخل في هذا الامر لكن هذا شيء مهم يا جماعة اذا قضت الصين او اي دولة في العالم على هذا الفيروس احنا نظريتنا هاي دمرت شباب الشيء الثاني اذا هذا غضبه من الله سبحانه وتعالى لماذا يصيب المسلم في مسلمين الان مصابين لماذا يصيب المسلم اذا اصاب المسلم معناها هذا برضو غضب على هذا المسلم فكيف انت بتحكي انه يعني اشي متناقض الشيء الثالث الفيروس هذا الصحابة رضي الله عنهم ماتوا في فيروس طعون وهم خيروا خير البشر خيروا الصحابة فليش احنا ما نقارن يعني لما يجي عنا بيصير احنا بلاء وعند الناس وباء كلنا معرضين للامراض وشيء الاخير اي طبيب اذا بده اذا يعني احنا لطباء عندنا قسم اقسمنا على انفسنا بالله سبحانه وتعالى ان نساعد الناس بغض النظر عن اجناسهم وعراقهم واشكالهم واديانهم فاذا جاءني واحد صيني مع فيروس كورونا وانا طبيب معالج فهل انا اغضب الله سبحانه وتعالى انه هذا غضب من الله مش احنا بنحكي غضب فمعناها انا مش لازم اعالجه فمعناها انا خالفت القسم فيجمع قبل ما نكون ببغاءات ونعيد ونكرر ما يقال في الميديا ونستمع الى التشويش الاعلامي اللي بيصير على عقوننا والمقصود نحن يعني ضحك علينا سنوات ودائما يلعبوا في المشاعر احنا مشاعرنا كتير حساسة بلعبوا فينا لعب خلينا نفكر فكروا المسلم لا يلدغوا المؤمنوا من جحر مرتين ونحن لدغنا مرات ومرات لعبوا فينا في افغانستان ولعبوا فينا في الشيشان ولعبوا فينا في مينمار مين بذكر منكم الان مينمار مع ان مينمار لسه الموضوع او المشكلة موجودة وقائمة بس ليش لانه الاعلام الاعلام ما بحكي عنها او اي اعلام مش اعلامنا اعلامنا احنا مسير كمان الاعلام الغربي اللي هو بده الان يسوي هذه الهالة موضوع الصين والايقور له سنوات كثيرة ليش يا جماعة انتو نايمين ليش اما في المساجد هدول اللي بصلوا وبدعوا هذا نايمين لماذا نايمين ليش اللهم عشرات السنوات نايمين الموضوع له اكثر من زي قضية فلسطين لكن مش احنا بنحرك حالنا احنا زي البابت اللي بسموها الدمال المتحركة هاي بلعبوا فيها الاعلام خاصة الاعلام الغربي السين ان والفوكس نيوز والهذا لما بدهم بيركزوا على الموضوع لما بدهم ما بيركزوا على الموضوع عشان هيك ربنا سبحانه وتعالى قال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون السلام اشتركوا في القناة